وضع الأقزام يعني كان فيه مطالبات احنا ندخل في نسبة الخمسة في المية ولا لا وضعهم ايه في القانون ببساطة شديدة الأقزام وقصار القامة هم فئة من فئات الإعاقة الجسدية فبالتالي احنا ذكرين في بداية القانون ان هذا القانون بيغتي جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنهم الأقزام عشان يبقى واضح ان الأقزام موجودين معنا عشان نرد برضو على جديد الدستور الخاصة بذكر الأقزام بجوار الأشخاص ذوي الإعاقة مجرد ان احنا ذكرنا هذا في بداية القانون فبالتالي ينسحب عليهم كل حاجة جوه القانون بتطبق عليهم كإعاقة جسدية طيب كإمكانيات الدولة او ارادة حقيقة لتفعيل القانون حديك لمسة انه الكلام ده هيطبق ولا محتاجين شوية وقت برضو انا مبسوطة قوي من حضرتك كل شوية تقولي التطبيق والتنفيذ الحقيقة انا مبسوطة جدا بده سر التطبيق والتنفيذ هي اللايحة التنفيذية واللايحة التنفيذية دي من اختصاص الوزارة المختصة يعني هنرجع تاني لوزارة التضامن نرجو ان وزارة التضامن تشرك المجلس القومي لشؤون الإعاقة بكسافة لان في مجموعة من الخبراء زو الجودة العالية واللي هم فاهمنين قوي تفاصيل هذا القانون وفاهمين المفروض التفاصيل في الممارسة يحصل بيه اه يعني احنا عايزين اللايحة التنفيذية بتيجي تفصل كل كلمة تحطت في القانون وتدلها ابعدها يعني مثلا ببساطة شديدة من هو الشخص زاوي الإعاقة بيطلع قائمة من التضامن مفصلة مفصلة مرت كذا وكذا يعني احنا مثلا عندنا دلوقتي الأقزام ما كانوش في الأشخاص زاوي الإعاقة المجلس القومي لشؤون الإعاقة كتب للوزيرة وقال ان هي فئة من فئات الإعاقة ومستشاري الوزيرة برضو ردوا عليها اقولها ايوة هم فئة من فئات الإعاقة فكان طلع قرار ان يضموا الى الاشخاص زاوي الإعاقة تمام فدي فئة دخلت بتوع دمور العضلات النهاردة عندهم اشكالية كبيرة يا جماعة احنا اشخاص زاوي إعاقة ولا مش زاوي إعاقة بالقائمة الحالية هم مش في الإعاقة بالقائمة الجديدة اللي احنا هنعملها دمور العضلات والتقزم وغيرهم كثير القائمة لابد ان تطول وتاخد كل الإعاقات بجدية يعني لازم القائمة اللي بتعمل تفعيل لكلمة من هو الشخص زاوي الإعاقة تتعامل المرة دي بقى لان المرة اللي فاتت لحياتك تشوفي فيها كام مرض فقط تلاقي ثلاث تربع شخص زاوي الإعاقة برى القائمة أنا واحدة من الناس اللي برى القائمة يعني أنا بالقانون الأديم لأوا اعتبر من ذات الإعاقة فالحقيقة الليحة التنفيذية هي روح وعقل وسر نجاح أو إفشال أي قانون فحضرتك بتكلمي عن التنفيذ لازم لايحة تنفيذية ممتازة تتعامل والحقيقة أنا بقول للأشخاص زاوي الإعاقة تابعوا الليحة التنفيذية تابعوا الليحة التنفيذية القانون اللي موجود كويس قوي بس لايحيته التنفيذية هي اللي هتديكو حقكو اشتركوا في القناة